الهمزة الممدودة في أول الكلمة وفي وسطها لو نظرنا إلى كلمة آمرو الواردة في الجملة السابقة لوجدنا أنها تتضمن مدة في بداية الكلمة فمما تتكون هذه المدة آمرو فعل مضارع ماضيه أمر وهو فعل يبدأ بهمزة قطع وإذا دخلت عليه همزة قطع أخرى مفتوحة تصبح همزته ساكنة هكذا ونجمع الهمزتين معاً في همزة مد واحدة لتصبح الكلمة آمرو لو نظرنا إلى كلمة آمرو لوجدنا أنها تتضمن همزة مد أيضاً فمما تتكون همزة المد هذه آمرو اسم مأخوذ من الفعل الماضي أمرو وهو فعل يبدأ بهمزة قطع ودخلت عليه الألف بعد الهمزة لتصبح آمرو وتجمع الهمزة مع الألف بعدها في حرف واحد هو المدة لتصبح الكلمة آمرو وتأتي همزة المد في وسط الكلمات أيضاً ومثال ذلك عند اجتماع همزة مفتوحة على الألف مع همزة ساكنة تكتباني همزة مد عند اجتماع همزة مفتوحة على الألف مع ألف في أول الكلمة أو في أوسطها تكتبان همزة مد أذن آذن آذن يملأ يملآني يملآني اشتركوا في القناة